أهلا بحضراتكم من جديد منشاهدنا كرام طبعا وننتقل وحضراتكم من فقرتنا الأخيرة لهذه الأمسية قناديل الإنجازات تظل دائما مضيئة في دولتنا مدام وقودها هو العلم والبحث العلمي ومدامت إشعاعاتها ترسل ضياءها من خلال العلماء والعالمات الإماراتيات الذين والتي سطروا نجاحات تفتخر بها دولتنا بل وتدفع بعجلة التنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دولة الإنجازات قدما وإلى الأمام ضيفتنا مشاهدين الكرام اليوم قطب من أقطاب المعرفة والبحث العلمي في مجال الهندسة الكيميائية كافحت ابنة خرفكان لتصبح اليوم منارة علمية يشار لها بالبنان في مجال الهندسة الكيميائية وأبحاثها الدقيقة معنا اليوم الدكتورة الأكاديمية والباحثة نعيمة إبراهيم الدرمكي السلام عليكم عليكم السلام نورتين نورتش وأجب اللقب قلتي بنت خرفكان فعلا أنت شرف وفخر حقيقة لخرفكان وإمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة كلها حقيقة أنا أريد أن أبدأ معك من الآخر أحضرتك طبعا باحثة من الباحثات المهمات في مجال الهندسة الكيميائية تعدين من العالمات المهمات أيضا في مجال الأبحاث العلمية الكيميائية الهندسية تحديدا ولديك بين الفينة والأخرى أبحاث جديدة وتطورات جديدة وأحنا نهمنا نعرف ما هو جديدك وماذا بدفدين فيه الدولة والمجتمع ويبدو لي أن آخر أبحاثك أو آخر تطورات الأبحاث لها علاقة بالسيارات الهجينة حد فينا دكتور أتفضلي شكرا لك استعذمني على هذه الاستضافة مثل ما تفضلت قلتي الأبحاث في الكيمياء بالأخص الهندسية أحب أن نوضح أن العلوم التطبيقية هي من أهم العلوم وأنا أحب أن الطلاب يكونون موجودين في هذه المجالات فمثل ما تفضلت سيارات الهجينة هو مشروع ليس في عمق التخصص الذي أنا أشتغل عليه بس حبيت أن يكون موجود في جامعة الإمارات لطلاب ليس فقط للهندسة لأي طلاب قلية العلوم أو قلية البزنس أو أي طالب من جامعة الإمارات ممكن يكون يدخل في هذه المشاريع التطبيقية مثل السيارات الهجينة والسيارات الهجينة هو سباق بس المفروض من الطالب طبعا بإشراف الدكاترا والباحثين أنه يبني السيارة من الصفر ويكون عنده طبعا كل التولز وكل المعدات والأدوات ويبني عليها والمهم في النهاية يطلع بسيارة كهربائية يدخل طبعا فيها شروط ويدخل فيها السباق طيب حدثينا على السيارة لماذا الهجينة هي مهجلة بين ماذا وماذا أصلا فعلا صح الهجين يعني شيئين في نفس الوقت طبعا هي هجينة أنها سيارة كهربائية تشتغل بالطاقة الكهربائية في نفس الوقت ممكن أنها تشتغل بالوقود البنزين في نفس الوقت ممكن أنها تشتغل بالوقود أيوة يعني الاثنين مع بعض أيوة لا أقول لك أنهم الاثنين مع بعض يشتغلون مع بعض في آن واحد طيب أحنا وين وصلنا في أي مرحلة من المراحل البحث العلمي أو التطبيق إذا جاز لتعبير لأنه طبيقت في بعض البلدان العالمية يعني أحنا ما ندري هل طبقناها في الإمارات ولا بعدنا ما طبقناها ولا بعدنا في طور الأبحاث أنا أتوقع في هذا المجال ليش مهم أن يكون موجود ما بين الطلاب ويتعلمون لأننا أنا صحة حلمي أتمنى أشوف دائما أقول للطلاب أتمنى أشوف أحد من الطلاب يكون طلع بباشن أن يبغي يصنع سيارة إماراتية وأن أشوف المستقبل في السيارات الكهربائية طبعا سيارات الكهربائية مجالاتها واسعة طبعا الهايبرد موجودة في الشركات مثل تيوتا سيارات موجودة وتستخدم أتوقع في الإمارات لكن يمكن البنية التحتية موجودة لها السيارات لكن المستقبل أكيد يكون في هذا المجال موجود وأنا أشجأ الطلاب أن يشتغلون في هذا المجال ومجال كبير والبحث فيه كبير فإحنا ممكن نستغلها بس نستد مثلا من البنزين بدلا ما تكون السيارة هجينة بالبنزين ممكن تكون سيارة فقط بالكهرباء بس موصولة بالطاقة الشمسية تشتغل السيارة يمكن يوم الأيام تسوقينها مونيا يمكن أن يكون عند السيارة كهربائية بس مخضرة كهرب هذه نقطة مهمة حدثيني عن نقطة هذه الموضوع الكهرباء ما فيها أضرار لنتعفون أنتوا أقرب إلى الأبحاث وإلى ملامسة التفاصيل كمهندسين وكوناس مخضرمين وعلماء وباحثين أكثر منا أحنا مستهلكين في نهاية الأمر لما نسمع سيارة كهربائية سبحان الله موجز من الإنسان موصل جيد الكهرباء قد أتكهرب أو حذينا عن مواصفات السلامة فيها تحديدا طبعا السلامة أهم شيء في أي تصميم هندسي نحن دائما نتأكد أن في أي تصميم بالذات السيارات الكهربائية أو أن سيارة يكون فيها سائق ونحن نتأكد أنه أهم شروط في السباق نفسه العالمي للسيارات الهجينة التي صار في الإمارات في هذا الشهر كان من أي فريق لا يلتزم في التصميم ليس فقط في وقت السباق يجب أن يلتزم بلبس معين لكن في التصميم السيارة بشروط السلامة لا يدخل السباق أبدا مثل ما قلتي لأن الإنسان دائما متخوف حتى السيارات البنزين العادية دائما فيها لو لاحظت كلما التطور يديد لأي سيارة يكون التطور ميلي في السلامة فنفس الشي في السيارات الهجينة أو السيارات الكهربائية شروط السلامة فيها لازم ويدخل في تصميم السيارات ويكون فيه كورس كامل أو أشياء تدرس يعني في أكثر من لفل أن نتعلم كيف ندخل السلامة في تصميم هذا النوع من السيارات دخلنا في التفاصيل دكتورة حقيقة قبل شوية أنا سألت أسئلة يعني عريضة إذا أجاز لي التعبير وما دخلت في التفاصيل العلمية الدقيقة التي تخص تصنيع هكذا نوع من السيارات وخاصة أن وحادتك أشرت بأن هناك أبحقة هناك شروط معينة لتصنيع هكذا أنواع السيارات أحنا ما فينا نصنع سيارة هاجينة أو مثلا ندخل في فكرة تصنيع أو بحث في تصنيع سيارات جديدة دون ما يكون عندنا اشتراطات معينة حظينا على شروط طبعا نحن لو تكلمنا عن السلامة في وايد مجالات عرفتي يمكن ندخل في كل محور يبالنا حلقة من أماسي بس أنا بتكلم عن جزء مهم من ناحية الإنجينيرينج طبعا في مدى النبأة كيف السائق ممكن يشوف جدامة المرايات هذه كلها أمور تدخل في السلامة وتدخل في التصميم بس في جزء مهم جدا في السيارات هذه اللي هي البطاريات يعني البطاريات هذه ممكن تكون قابلة للاشتعال فالتصميم الطالب أو حتى طبعا في المجال الأبحاث نحن نفكر أنه كيف ممكن نصمم السيارة بطريقة أن البطاريات أنه مهما صار ممكن يصير حادث ممكن يصير أي شيء أو أي واحد يحط رسك مانجمنت يسوي ممكن يصير أي شيء فكيف ممكن نحن نرتب البطاريات بطريقة تكون آمنة للسائق وليس يصير أي اشتعال فهذه الأشياء مثلا يصير لازم نقيس الـ أو كم عدد البطاريات الأبعاد أو حتى المواد التي نستخدمها حوالين البطارية يعني ممكن يقول مادة مقاومة للصدمات لكن هذه المادة التي تضعها مقادمة مقاومة للصدمات يمكن أن تكون أيضا قابلة للإشتعال فلازم تسوي دراسة للمواد هذه لازم نختار مواد غير قابلة للإشتعال لأن أريد أننا بطارية قابلة للإشتعال ففي مثلا بعض الفرق كانوا مثلا حطين مثل قطعة خشبية أن يغطون فيها أعتبر أنه عازل عازل الكهرباء ولكن ترى اختيارت للمادة هذه كان هناك سؤال هل متأكدين أن هذه ممكن تحمي السائق أو ممكن إذا احترقت البطارية لم يعد تحمل هذه القطعة فممكن تتخيلين قطعة بسيطة مع دائما ممكن يدخل فيها تصميم ونقاش طويل على ما أحسن قطعة ممكن نوصل لها وهي جزء بس من اللي نتكلم فيه في السنامة بالإضافة لأشياء كثيرة ممكن نجزء معنا في الفريق ليش لا بالأكس يشرفني طبعا دكتورة طبعا على إثر الفريق وإثر الطلبة وحضرتك طبعا دكتورة في الجامعة أستاذة أكاديمية في الجامعة وأيضا رئيسة قسم أعتقد ليس بعد ليس بعد أفضل من قسم مساعد العميد لشؤون الطلبة ما شاء الله في جامعة الإمارات مساعد العميد لشؤون الطلبة نحن لسنا فقط بصدد حضرة عالمة ومهندسة إماراتية راقية فكريا وعلميا بل أيضا حتى إدارين واستراتيجيا هذا إن كان يدل يدل أن إنجازاتك تشهد بنفسها على نفسها وأردت أن أسأل على موضوع الطلبة ومدى شغفهم التي تكلمت قبل قليل في موضوع البحث الألمي في مجالات السايرات الهاجينة تحديدا. أنا بعد قيمة نتكلم على أبحاث العلمية الأخرى التي لا أريد أن نهملها أيضا إلى أي درجة لمستي أن هؤلاء الطلاب فعلا لديهم ذلك الشغف لديهم تلك الرغبة في أن يقوموا بإجراء إبحاث علمية كيميائية هندسية في دولتنا طبعا أول ما بدأنا كانت من ثلاثة سنوات للسباق السيارات نشارك فيه شاركنا بفريق واحد فقط من الطلاب الشباب السنة التي بعدها شاركنا بسيارتين وسيارة للطالبات وسيارة للطلاب وهذا دليل كافي كيف أن الطلاب كانوا دائما يقولون متى دكتورة سيباق متى من شارك فيه ويبون حتى شاركنا بفريقين بس كان كل مرة يبون أن نشارك بسيارة ثالثة والعدد كبير وأنا أحب أن الطلاب يشاركون لكن هناك عدد محدد فكان الشغف كبير وهالسنة بالذات شفت الطلاب والطالبات يقولون لي بعد ما خلص السباق يفكرون بالنسبة لفترة فشغف موجود وأنا بصراحة أحب أن من هذا المكان من أماسي نحن نبغي الدعم من المؤسسات لأن هذه السباقات تحتاج سبونسر ودعم مادئ والطلاب يعني الواحد ينبهر فيهم لما ترفع السقف وتشوف مدى عطائهم حتى تتعلم منهم صراحة يعني فيه أوقات أنا أتعلم منهم فأنا أشوف أن هذه المجالات مهمة خاصة أن نحن في صدد أن نفكر في الإبتكار ونبغي دولة الإمارات نحن نبدأ نصدر ونبغي ناس بهذا الشغف وأنا شفته في الطلاب بس نحتاج لهذا الدعم المستمر طيب نحن بعد الفاصل إن شاء الله بنتحدث أنا وأنا وأحضرتك عن تلك الأبحاث الأخرى حقيقة اللي يجب أن لا تنسى ولا نغفل عنها أبدا اللي أنت كنت وضعت بصمة كبيرة فيها سواء كانت المذيبات العضوية أو زيوت نواة التمر نشوف شو سويت فيهم أكيد بعد الفاصل مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد مشاهدينا كرام ولازلنا مستمرين طبعا مع الباحثة ودكتورة نعيمة الدرماكي هذه الرائدة حقيقة المبدعة اللي سويت بوجودها معنا اليوم في البرنامج أبحاثك طويلة وكثيرة حقيقة نريد أن نفيد السادة المشاهدين الكرام عن تلك الأبحاث السابقة خاصة الأبحاث المتعلقة بنواة التمر والأبحاث المتعلقة بمعالجة المياه وبالمذيبات العضوية نبدأ واحدة واحدة نبدأ بأبحاث المتعلقة بنواة التمر هذا ما أحتيني لو رأنا الصورة الكبيرة هم كلهم تحت مظلة واحدة فكرة نواة التمر نحن دائماً في أي مكان في العالم دائماً يتم إعادة استخدام الويست أو ويست منجمت نحن عندنا أهم طبعاً أشجار النخيل متواجدة بكثرة في الإمارات ونواة التمر من الأشياء الموجودة وغير مستغلة تماماً صحيح فالفكرة كانت لماذا لا نستخدم هذه نواة التمر الموجودة بكميات كبيرة نحن طبعاً وجدنا أنها تحتوي على تقريباً ما بين 10 إلى 12% زيوت وهذه الزيوت لها استخدامات عديدة في الكوزماتيكس أو في الفارماسي أو مستحضرات أو أدوية استخدامات عديدة ممكن نحن ندرسها أكثر فهو البحث ممكن يدخل في مجال ويطلع لمجال ثاني فالفكرة أنه لماذا لا نستخدم نواة التمر نستخلص منها الزيوت طبعاً الفكرة هنا مرة ثانية أننا استخلصنا منها الزيوت اللي هي 12% تقريباً والباقي من نواة التمر لا زال ويست يعني هل نحن ممكن نستغله فالفكرة كانت مثل ما قلت لك أنه كل شيء متواصل في بعضها وتحت مظلة وحدة نواة التمر اللي بعد ما نستخلص منها زيوت درسناها في المعمل أن كيف ممكن نستخدمها في علاج المياه الملوثة طبعاً نحن ركزنا على الرصاص اللي موجود في المياه لأن بعض المياه الأبار يكون فيها من الصخور كمية من الرصاص صحيح فإحنا قلنا نركز على هذه النقطة بما أن الرصاص ممكن يؤثر على صحة الإنسان وفي ستاندرد معين يكون موجود في الماء وشفنا أن بالعكس ممكن يشتغل أن نواة التمر هذه ممكن تشتغل بطريقة مثالية في تمطص الرصاص طبعاً بطريقة معينة فنحن ندرس كل هذه البروسس طبعاً أخترنا الرصاص في مادة ثانية مثلاً كروميوم في مواد ثانية في مواد عضوية مثلاً فكل مرة ننتقل من نوع معين من الملوثات وكل مرة ندرسها باستخدام نواة التمر حتى نواة التمر نفسها نشوف هل ممكن أن نحسن من نواة التمر أن يصير أكثر من هذه المواد الملوثة فالبحث نحن نبقى كل مرة نطوره وكل مرة نضيف شيء زيادة إليه فهذا جزء من البحث جزء ثاني مهم اللي أنا دائماً أشوفها وألاحظ الناس لا تشرب بالمياه مياه الصنبور أو مياه الخنفية مياه الصنبور نعم مع أن محطات تحليط المياه في الإمارات يعني المنتج هو ما صالح للشرب صحيح اللي هو يوصل لبيوتنا نعم فهذا البروجيكت اللي الآن أنا مقدمت لنا كمقترح وبس أتريد دائماً أني أكمله وأشوف أن أدرس ليش الناس لا تشرب مياه الصنبور أو التابوتر ونسوي مقارنة ما بين مياه الصنبور ومياه المعدنية ونشوف شو السبب أو يمكن يكون في التخزين وممكن يكون طبعاً دراسة هالأمور كلها تفتح مجال وايد للابتكار استخدام مواد يديدة في التخزين وأشياء وايدة نصير نشوف الصنبور ونشوف الصنبور عادي إذا تمت معالجك مثلاً ليش لا؟ أيوة بها الطريقة نقلل من استخدام المياه المعدنية اللي أريدي في مواد بلاستيكية يعني إحنا نقلل من مواد البلاستيكية ومن أي بروسس لازم إعادة تدوير وهالأمور كلها ليش من البداية ما نستخدم مياه أصلاً صالحة للشرب فإحنا طبعاً مقترح لهالعام اليديد إن شاء الله 2018 أن نشتغل على هذا الموضوع نعم ونوصلها طبعاً في نواة التمر لأن لو شفنا أنه ممكن فعلاً فيه سبب وممكن يكون فيه فلترز في البيوت نعم وممكن نستخدم منها نواة التمر في صناعتها سبحان الله نواة التمر هذه فيها من العناصر القادرة على امتصاص مواد وعناصر أخرى سبحان الله سبحان الله طيب ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول وقلها ليستوي الذين يعلمون الذين يعلمون ما شاء الله عليكم أنتم توصلتم إلى مرحلة معينة ودرجة معينة علمية أنه فيها مقاربة كبيرة جداً مما ذكر في القرآن الكريم في ديننا الحنيف الله الحنيف نحن نتكلم عن اختراعك الأولي أو بحثك الوليد الأول الذي أنت طبعاً عرفت فيه في الدولة وكرمت أيضاً من خلاله وهو المذيبات العضوية الذي أنت أيضاً من اكتشافك ومن حد فينا عن المذيبات العضوية شو هي وماذا قصدت فيها تحديداً وين وصلت الآن؟ هي طبعاً رسالة الدكتوراه التي حضرتها كانت فيه موضوع المذيبات العضوية الأكتولي الغير عضوية الغير عضوية طبعاً هي المذيبات الغير عضوية موجودة يعني اكتشافها كان قديم بس اكتشاف تطبيقها هو الجديد فكان احنا في رسالة الدكتوراه أن كنا نشتغل أن كيف ممكن نستخدم هاي المذيبات وبالذات ثاني أكسيد الكربون لأن ثاني أكسيد الكربون طبعاً احنا نبغي نقلل من وجوده في الهواء فليش ما نعيد استخدامه كنوع من أنواع المذيبات الغير عضوية فكان الفكرة الجديدة أن استخدامه في زيوت الغير عضوية كانت هاي الفكرة الأساسية التطبيق مو بالمذيبات نفسها فطبعاً هي الفكرة لو بسطتها للناس إن كيف شو هي المذيبات الغير عضوية هو موضوع طبعاً يعني انترستنج يعني مثل ما قلتي هو العلوم كل ما الواحد يدخل فيها أكثر كل ما ينبهر مثلاً مثال الماء نحن نعرف الآن هذا الماء يكوب الماء أنه لو حطينا عليه زيت مستحيل ما يتمازجه أبداً يطفو الزيت الأعلى طبعاً وهذا الشيء كلنا نشوفه الكثافة أيوة طبعاً الماء ممكن يكون مذيب غير عضوي ممكن نستخدم يعني هي الفكرة أنه هو تحت درجة حرارة معينة وضغط معين لو حطينا الماء في هذه النقطة يعني في حد معين يتغير تماماً الماء يظل هو ماء بس بصفات مختلفة تماماً أنه يقدر يذوب الأويل الزيت يذوب في هذه الدرجة الحرارة والضغط هذا فهذه المذيبات دخلة في هذا المجال مجال ضغط عالي وحرارة معينة فنفس الشيء ثاني أكسيد الكربون اللي أنا أشتغل علي أنا في استخلاص الزيوت لأن ثاني أكسيد الكربون هو غاز صحيح يعني ما نشوفه هو أبيل بل الله بس إحنا ما نشوفه بس تحت هذه الظروف لأنه معروفة المذيبات لها صفات معينة مثل السائل فهو غاز تحت هذه الظروف يصير بقوة السائل يعني يعني عجيب الموضوع يعني لا زال فيه صفات المواد الغازية بالإضافة لصفات المواد السائلة فلما يجتمعون كأنه في الاتحاد قوة نعم للجزيئات المقافة صفتين مع بعض تساعدنا أن يدخل طنصبة الغاز أن يقدر يدخل في البورز مثلا أو المسامات المواد التي نستخلص منها الزيوت مثل نواة التمر مثلا فيدخل في المسامات هذه صفات الغاز وصفة السائل أنه يذيب أسهل فالصفتين مع بعض ممكن منها نستخلص الزيوت بكل فعالية طبعا هناك شيء ثاني مميز أنه طبعا الحين الناس مثقفين والناس عندهم العلم الحين أنه مثلا لو اشتريتي أي منتج تشوفين فيه شو المواد اللي فيه نحن نقدر نقول لك أن هذا الزيت ما في أي مادة كيميائية 100% نقدر باستخدام المذيبات الغير عضوية لأن هذه الصفة اللي فيها اللي في هالمذيبات إنه لما نغير الضغط والحرارة ينفصل تماما 100% من من الزيت اللي أخذنا فهي صفة مميزة ممكن الناس تستخدمها بس هو لا زال التطبيق موجود مئة بالمئة لأنه شوي كوستلي يعني يحتاج أن مبالغ كبيرة ممكن أن نطبق هذه العملية حقيقة نحن سعدنا جدا بوجودك معنا أتحفتينا يعني بهذه المعلومات الرائعة في مجال البحث الهندسة العلمية لكن قبل ما أختم أريد أن تعطينا تطلعاتك وطموحاتك في دقيقة المستقبلية في مجال أبحاثك الهندسية الكيميائية تحديدا أنا والله أطمح أني أشوف المشروع اللي أشوفه في داولة المعمل أني أشوفه يوم الأيام مصنع وفعلا أشوف نواة التمر تحولت لمنتج يستفيدون منه في كل مكان في العالم يستخدم في كل المجالات صراحة أطمح لهالشي لأنه أنا أشوف كثير دولة الإمارات أعطت لنا الحكومة يعني أعطت لنا كل هذه الفرص والموارد اللي نحتاجها ودائما أذكر طلابي وطالباتي بهالشي فأبسط شي قدما نحن نقدر يعني كل هالعلوم كل هالأشياء اللي تعلمناها يعني هالوقت الحين اللي نرجع هالشي بهالطريقة إن شاء الله شارب تقدرين بإذن الله طبعا بنشوف قريب المنتجات ومستحضرات التجميل من خلاصة نواة الطمر أيوة بنشوفه قريبا مدام في علماء مثلك ومدام هناك حرص وشغف هناك قيادة أيضا تدعم الأفكار النيرة اللي هي حقيقة تصب في منح تنمية الدولة أكيد بنشوف أهم وأحفظل وأجود الاختراعات في الدولة سعيد جدا بوجودك معنا الباحثة والدكتورة نائمة الدرماكي طبعا شكرا جزيلا لوجودك معنا وإن شاء الله نلتقيك في حلقات مقبلة واختراعات جديدة شكرا جزيلا إذن مشاهدين الكرام كانت هذه آخر فقرة من فقط برنامج أماسي لهذه الأمسية السائدة أتمنى لحضراتكم بإذن الله تعالى أن تكونوا بألف خير واللقاء يجمعنا وإياكم بإذن الله وحلقة جديدة برنامج أماسي في الغد القريب إلى ذلك الحين استودعكم في من الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته